قال الله جل وعف الحديث القدسي كما روى أبو نعيم في الحلية وحسن الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد أمنين ولا أجمع له خوفين إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي إن هو خافني في الدنيا كيف من ربنا في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي الأمن يوم القيام وإن هو أمينني في الدنيا خلاص عاز ما هو عاوز ما خافش من عذاب ربنا ولا من لقاء ربنا ولا عمل وإن هو أمينني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي ايش بقولك الجزاء من جزء العمل اللي يخاف هنا ما يخافش هناك واللي يطمن هنا ما يطمنش هناك واللي يفرح أوي هنا ما يفرحش هناك هو ده وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَا قَامَ رَبِّهِ كلمة دي والله يا إخوانا بيتربيني شخصيا أيوالله بيتربيني لما بحس إن الدنيا بدأت تزداد والفتنة والشهوات والملذات ما افتكر الوقوف أمام ربنا أنا العبد الضعيف المسكين قاف أمام القوي العزيز القادر ويسألني أنا مكسوف منك يا رب والله مستحي أن أقف بين يديك بذنوبي بلاش مخرج إلا إنك تتخنج جنة بدون متحس ابني أنا مكسوف يقول لي عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذا يسألني عن كل إزجارة شربتانه يسألني عن كل نظرة بسطلة يسألني عن كل كلمة قلتها أنا مكسوف منك يا رب تخنج جنة بدون ما تسألني يا رب بغير عسى وأما من خاف ما قام ربي في وقوف الدمر بينه في وقوف أمام الله يوم يقوم الروح والماليكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صف الماليكة أتؤف أمال أنت أتؤليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر